لكن مش بس في العهد القديم حتى منشوف الملاك يعني لما ببشر يوسف أو مريم بيتكلم عن الغرض يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئهم يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم طيب هذا العهد القديم ونحن اليوم عارف أنه بنتكلم عن أدلة لكن بالعهد الجديد برضو يعني جزء كبير في موضوع الصلب يعني أنا مستغرأ أنا مندهش من الروح القدس وهو يسطر لنا حياة المسيح معروف أن الأربع أناجيل تشرح لنا حياة المسيح معلومات قليلة جدا عن طفولة المسيح ما عندناش أي معلومات عن الميلاد العذراوي وطفولة المسيح وكان إشارة إلى لما كان عنده 12 سنة في الهيكل وغاب الكلام عن باقي حياة المسيح إلى أن بدأ سن 30 سنة للخدمة الجهارية ليه؟ لأن الحقيقة الأناجيل مشغولة مش بس بشخص المسيح لكن بموت المسيح بعمل المسيح بعمل المسيح على الصليب فستكتشف مثلا أنه في إنجيل متة إنجيل متة وحده اللي هو من 28 أصح 33 و3 من 10 يعني 33% من أصحات إنجيل متة تتكلم عن الأسبوع الأخير من حياة المسيح ستكتشف أنه في إنجيل لوقة إنجيل لوقة ده 24 أصحاح 20% يعني 5 إنجيل لوقة يتكلم عن الأسبوع الأخير في حياة المسيح وهو أسبوع الألام وموت المسيح إنجيل ماركوس يتكلم عنه في حوالي 25% 25% من 16 أصحاح بتتكلم عن ألام المسيح أما بقى إنجيل يوحنى ده قصة إنجيل يوحنى 22 أصحاح من أصح 12 أو 13 لغاية آخر الإنجيل بيتكلم عن الأسبوع الأخير من حياة المسيح الحديث بتاع العلية ثم ألام المسيح ودخول المسيح إلى الصليب والقيامة حتى الإشارات الكثيرة في يوحنى 12 بيتكلم عن حبة الحنطة مثل ما حضرتك ذكرت وأنا أني ارتفعت يعني أجذب الجميع وهكذا حتى مش بس الإصحاحات يعني فيه إشارات كثيرة في الأنجيل بشكل أو بآخر سواء من خلال أمثال المسيح تعليم المسيح من حياة المسيح وكذا كلها بتتطلع بتتكلم عن دلالة مهمة أن المسيح جاي لغرض هو الصلب يعني الجانب الأهم ومش الأهم الجانب الأكبر في الأنجيل الأربعة يتكلم عن خدمة المسيح بدلا من 30 سنة وموت المسيح هذه النسبة التي ذكرتها لا تتكلم إلا عن صليب المسيح موت المسيح على الصليب بالإضافة إلى باقي أجزاء العهد الجديد فبولوس الإنجيل بتاعه الذي نادى به في كورونسس الأولى 15 له بعد ثلاثي المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب أنه دفن أنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وده الإنجيل الذي نادى ببولوس في سفر الأعمال وفي 14 رسالة كتبهم بولوس بوترس يقول في رسالته فلاصاح الأول الرسالة الأولى أن كل ما كتبه الأنبياء القدسين عن الآلام التي للمسيح والأمجادة التي بعدها فبوترس مع بولوس مع كتابات العهد الجديد تقول لنا صليب المسيح حتى سفر الرؤية بيتكلم عن الخروف المذبوح تأسمه سفر الحمل يعني بالإضافة أنه سفر العرش هو سفر الحمل فإذا ما تشوف كل هاي الأجزاء موجودة في الكتاب المقدس وهي هاي بحد ذاتها دراسة بتطلب لحلقات كثيرة بس نخوض التفاصيل الكثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر